بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأسكت سليم مرحبا بكل من التحق بقناتي رح نقدم مراجعة في مدة العلومة الطبيعية على الشكل التمارين خاصة بالفرض الفصل الثالث واختباري أيضا لشعبة أداب ولغات للسنة الثانية ثانوي نبدو على بركة الله التمارين الأول ضع علامة أمام الإجابة الصحيحة أولا يفرز المبيض خلال الدورة المبيضية هرمونات جنسية هي الاسترديول الاستروجينات الأثاساش أين هي الإجابة الصحيحة؟ نعم إذن الإجابة الصحيحة هي الأولى والثانية ثانيا يفرز الفصل الأمامي للغدة النخامية هرمونات هي نعم الإجابة الصحيحة هي الإجابة الثانية الفصل الأمامي للغدة النخامية يفرز هرمونات الإلاش والأفساش ثالثا خلال فترة الحمل يمارس الهرمون المشيمي مراقبة رجعية مجابة رجعية سالبة أم عادية نعم أين هي الإجابة الصحيحة؟ هي الإجابة نعم الإجابة رقم واحد الأولى رجعية مجابة الجملة الرابعة استمرارية الجسم الأصفر أثناء فترة الحمل يعود إلى البروجيستيرون جين إغاش الاش سي جي نعم الإجابة الثالثة هي الاش سي جي هرمون الحمل خامسا تؤثر الغدة تحت سريرية على الغدة النخامية بإفراز البروجيستيرون الجين إغاش والأفساش نعم الإجابة الصحيحة هي الإجابة الثانية خامسا يؤدي استئسال المبيض إلى انخفاض نسبة الإستراتيول البروجيستيرون والجين إغاش إذن يؤدي إلى انخفاض الإستراتيول وكذلك البروجيستيرون سابعا تتطور الغدة اللبنية أثناء الحمل تحت تأثير البرولاكتين ولا الإراش ولا جين إغاش إذن تتطور الغدة اللبنية أثناء الحمل تحت تأثير البرولاكتين ثامنا تقوم الهرمونات المبيضية بمراقبة هرمونية على إفرازات المعقة تحت السرير والنخامي أثناء الحمل رجعية مجابة أم رجعية سالبة أم عادية هنا رجعية سالبة هنا الإجابة الصحيحة يعقب الإلقاح بقاء الجسم الأصفر أم مخاضية الرحم أم الحيض إذن ماذا يعقب الإلقاح؟ إذن يعقبه الجسم الأصفر وكذلك مخاضية الرحم عشراً آخر جملة يؤثر المبيض على المعقة تحت السرير النخامي ولا على الرحم ولا على الفصل الأمامي للغدة النخامية إذن يؤثر على نعم جيد يؤثر على الرحم إجابة هنا صحيحة هنا نذهب الآن إلى التمرين الثاني إذن ماذا يقول التمرين الثاني؟ إذن سأقرب لكم البرقة حتى تستطيعوا قراءة معي ابحث عن المصطلح العلمي الموافق لكل تعريف سأعطيكم مجموعة من الجمل أعطيني المصطلح العلمي عضو تناسل أنثاوي عند المرأة ويعد مقر تعشيش الجانين أين يتعشش الجانين؟ أين؟ كيف يسمى ذلك العضو الأنثاوي؟ يسمى بالرحم يسمى بالرحم هنا الإجابة هو الرحم ثانياً عضو يصل بين الأم والجانين ويزول بعد الولادة ما هو العضو الذي يصل بين الأم والجانين في بطلها؟ وعند الولادة يزول ينزل مع الجانين ما اسمه؟ نعم جيد هو المشيمة المشيمة ثالثاً هرمونات تمارس مراقبة رجعية على إفرازات الغدى النخامية دعناها في تمرين الأول هرمونات تمارس مراقبة رجعية على الإفرازات الغدى النخامية هي الإسترديول والبروجستيرون الإسترديول والبروجستيرون رابعاً هرمون منبه لنمو الجريبات الهرمون المنبه لنمو الجريبات هو ال-FSH ال-F-S-H خامساً وأخيراً هرمون نسمي هرمون الحمل نعم هرمون نسميه بهرمون الحمل وهو هرمون ال-S-H-C-G S-H-C-G هذا يسميه هرمون الحمل هرمون الحمل التمرين الأخر أكمل الجدول عندنا هنا العضو المفرز الفصل ليس الفصل دائماً الفصل الأمامي للغدى النخامية المبيض بلاستوسيت المشيمة و الفصل الخلفي للغدى النخامية هنا الهرمونات وهنا الأعضاء المستهدفة إذا كنتم تجربة وحن نقوم بإجابة الصحيحة تابعة لهذا التمرين إذا فكر فيه جيداً ونتقسم الإجابة الصحيحة مع بعض إذن إليك الإجابة النموذجية عدنا هنا العضو المفرس هو المبيض الهرمونات الاستراديول والبروجستيرون والعضو المستهدف بطانة الرحم بالنسبة للمشيما عدنا الاستراديول والبروجستيرون والاشبيال هنا بطانة الرحم وهنا الغضاء الثدية البلاستوسيت الهرمونات الاش سي جي والعضاء المستهدف هو الجسم الأصفر الفص الأمامي للغضاء النخامية الاف اساش زائد الاش والعضو المستهدف هو المبيض الفص الخلفي للغضاء النخامية البرولاكتين العضو المستهدف هو الغضاء اللابانية وتحت السرير البصاري وكذلك الأوسيتوسين والعضو المستهدف هو عضلات الرحم إذن ركز في الجدول جيدا وديله كاكتر رح تحتاجه في الملاشعة إلى اللقاء في فيديو آخر بإذن الله